بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على شرف المرسلين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعة الأفاضل على قناتي على اليوتيوب وعلى صفحة تطوير المهارات في المهارات الابتدائية درستنا اليوم متعلق بالاسم والفعل والحرف أنواع الكلمة وحضرت بعض البطاقات للعب دايما نحبنا نلعب مع الأطفال بالبطاقات وهي في نفس الوقت أسلوب حس حركي إذن عندنا بعض البطاقات مثلا فراشة هذه البطاقة فراشة فراشة راح يوضحها نخلي ولادي وليدي هو اللي راح يوضحها في الاسم الفعل والحرف مباشرة راح نحطها في فراشة في الفعل إذا وليدي حطها في الفراشة في الفعل راح نقول له لماذا؟ لماذا هي فعل؟ ولكن عن طريق الملاحظة فقط البصر الفراشة هذه راح يتخلص بالتاء المربوطة هل الفعل يجوز له أن ينتهي بتامربوطة؟ تامربوطة؟ إذن هذا غير صحيح إذن من خصائص الإسم أنه ينتهي بتامربوطة ولذلك هذه فراشة ليست في مكانها المناسب سنعيدها إلى مكانها الصحيح إذن فراشة إسم الآن نأخذ بطاقة أخرى بطاقة أخرى تحمل كلمة أخرى وهي كلمة حدثة 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 يضحها لو كان وليدي وضحها في الاسم مثلا أو وضحها هنا في الاسم نقوله لماذا؟ لماذا حطتها هنا في الاسم وضعتها تحت الاسم؟ هل نستطيع أن نقول الحدثة؟ لا فيبين الأمر أنه خطأ الفعل لا تدخل عليه التعريف ويعود إلى الفعل إذن هنا لحد الآن نخل أولادنا يحطوا البطاقة بالطريقة الصحيحة بطاقة الأخرى هي الصباح الصباح تبدأ بأل التعريف مباشرة نضعها تحت الاسم هنا أنا نعلم أولادنا مهارات التمييز بين أنواع الكلمة إذن الصباح أل التعريف أل الشمسية من خصائص الاسم التنوين والتعريف دايما نبقى مع البطاقات نأخذ بطاقة أخرى مثلا نأخذ بطاقة ثم ثم هل إياه اسم أم فعل أم حرف إذن لو وضعناها في حرف تحت الفعل مثلا نقول هل نستطيع نقول نحن ثم أنت ثم أنا ثم هل نستطيع نصرف ثم مع الضمائر نقول لي لا ما نقدرش وهل هي تقبل التنوين مثلا لا هي ليست اسم وأيضا ثم لا يمكن أن نضعها يعني ما تعطيناش معنى في حد ذاتها هي الحرف الحرف هو الذي يعتمد على كلمات أخرى إذن ثم تكون مع الحرف يعني من أنواع الكلمة نوع الحرف ديما مع البطاقات ونخلو لدنا هما يختاروا إلى ما تعلموش اليوم نعودوا اللعبة غدوة ويزيد يكتسب مهارة أخرى البيت البيت هنا عدنا التعريف مباشرة الاسم يعني يبدأ يكتسب المهارة أنه كل ما يشوف عن طريق الملاحظة والبصر التعريف مباشرة يروح الاسم نختار بطاقات أخرى إذن هنا أولادنا دايما يلعبوا دايما يحطوا البطاقات يروحوا يصنفوا كل هذه الكلمات ويوضعوها في مكانها المناسب لكن ما ننسوش أنه كل ما يحط البطاقة ونحن نقول له لماذا لماذا لازم يعلل إلى حطها يعني كما نقوله علنية ونظهر أحيحطها بدون تعليل يعني ممكن تكون صحيحة ممكن ما تكون صحيحة لازم هو يعرف لأنه إكسب مهارة معينة لازم يكون فيها تعليل إذا ما تعلمش اليوم نعود له اللعبة غدوة يزيد تعلم غدوة مهارة أخرى وإذا ما تعلمش غدوة يتمقصوا بعض التقنيات نزيد له في اليوم الثالث إلى غير ذلك حتى وليدي يقول لي يعرف أنواع الكلمة شكرا على المتابعة والسلام عليكم ترجمة نانسي قنقر